اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب معاني الأسماء واشتقاقها الحديث السابع من هذا الباب من كتاب الكافي الشريف حديث عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يتضمن مقطعين مقطعا حول إثبات تغاير الذات والأسماء ومقطعا آخر في معاني بعض الصفات الله سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في الحلقات الماضية إن هناك من العام من توهم أن ذات الله سبحانه وتعالى هي عين أسمائه ولذا تصدى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لبيان أن الأسامي هي دالات على تلك الذات الإلهية وليست تلك الأسماء هي نفس ذات الله سبحانه وتعالى مثلا حينما نقول الخالق الرازق المحي العالم القادر وما إلى ذلك من الأسماء الحسنى هذه الأسماء متعددة الخالق اسم الخالق هذا إما لافظ أنت تتلفظ هذه الحروف تتهجاها وإما كتابه تكتب وإما تتصور إذا بدون كتابه وبدون تلفظ تتصور هذه الألفاظ الأسماء هل هذه الألفاظ التي تخرج من فمنا هي الله سبحانه وتعالى كلا هل هذه الألفاظ التي نكتبها هي الله سبحانه وتعالى كلا هل هذا التصور اللي هو في أذهاننا هو الله سبحانه وتعالى كلا هذه الألفاظ تدل على تلك الذات يعني حينما تقول الخالق الرازق هذا اللافظ مصنوع لك أنت تلفظت به أنت كتبته لكن هذا يدل على معنى وذلك المعنى يشير إلى الذات المقدسة إذا نحن نأتي إلى الأسماء التي نحن نضعها على الأشياء أنت يولد لك مولود تسميه علي مثلا فحينما تقول علي هذا الاسم هو عين ابنك لا يدل على ابنك حينما تكتب في هويته أو في رسالة أو في مكان آخر تكتب عين لامياء هل هذا المكتوب هو نفس ابنك لا وإنما يدل عليه ولذلك الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين هذه الحقيقة نعم إذا مقصودك أيها السائل أن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل الله سبحانه وتعالى منذ الأزل له القدر على الخلق نعم له القدر على الرزق نعم منذ الأزل هو عالم نعم منذ الأزل هو قادر نعم منذ الأزل هو له القدر على الإحياء على الإماتة نعم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يستحق هذه الأسماء ولكن هل هذه الأسماء كانت من الأزل يعني منذ الأزل كتابات موجودة منذ الأزل ألفاظ موجودة منذ الأزل تصورات موجودة كلا لأنه إذا نحن قلنا أنه منذ الأزل أسماء موجودة بمعنى كتابات ألفاظ تصورات هذا استلزم تعدد القدماء واستلزم أن لا تكون هذه الأسامي مخلوقة لله ولا يمكن أن نقول أن هذه الأسامي هي عين الله سبحانه وتعالى لماذا ذكرنا أن هذه الأسامي ألفاظ هذه الأسامي كتابات هذه الأسامي تصورات والله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون كتابة أو لافظ أو تصور بل إن ذلك مستحيل فإذا كان المقصود أن الله سبحانه وتعالى يستحق هذه الأسامي نعم يستحق هذه الأسامي لكن إذا المقصود أن هذه الأسامي بالفعل كانت موجودة هذا يستلزم تعدد القدماء وذلك مستحيل قطعا والله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون ويكون معه شيء والله سبحانه وتعالى لم يكن خالقا لذلك الشيء هذا إضافة إلى استحالته العقلية كما مر سابقا باستحالة تعدد القدماء هذا يستلزم وجود شيء آخر مع الله سبحانه وتعالى في الأزل وهذا هو الشرك وإذا كان المقصود أن هذه الأسامي هي أجزاء من الله سبحانه وتعالى فهذا محال ويستلزم التركب على الله والله غير مركب نحن مركبون يعني كل واحد من عندنا مركب من نفس وروح وجسم وجسم الإنسان مركب من أعضاء وهذه الأعضاء مركبة من خلايا وهذه الخلايا مركبة من ذرات وتلك الذرات مركبة من أجزاء وحتى أجزاء الذرات لعلها مركبة لا أدري العلم الحديث توصل إلى هذا الأمر أم لا كل شيء مادي هو مركب ليس الإنسان فحس كل شيء والمركب يحتاج إلى أجزائه يعني أنت تحتاج إلى روحك لو انفصلت الروح منك كان الموت تحتاج إلى نفسك تحتاج إلى بدنك تحتاج إلى أعضائك تحتاج إلى خلاياك كل مركب يحتاج إلى أجزائه فإذا كانت الأسماء جزء من الله سبحانه وتعالى معنى ذلك التركب لأن الجزء من الشيء معنى أن ذلك الشيء مركب من ذلك الجزء ومن غير ذلك الجزء حينما تقول هذه الغرفة جزء من الدار معنى ذلك أن هناك أجزاء أخرى تركبت هذه الأجزاء بعضها مع البعض الآخر فتحقق في الخارج هذا الشيء المركب إذا الأسامي هي جزء من الله تعالى معنى ذلك هو التركب في ذاته فالله متعالي عن ذلك لماذا؟ لأنه التركب معنى الحاجة حاجة الكل إلى أجزائه والله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق لا يحتاج إلى شيء بل الكل يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وهو غني عن جميع الأشياء فلا يحتاج حتى إلى الأجزاء ولذاك حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا هذا من أدلته الدليل الشرعي أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج غني والدليل العقلي أن المركب لا يمكن أن يكون قديما وهذا ما مر تفصيله سابقا فإذن مقصودك من أن هذه الأسامي هي عين الله هذا إذا كان المقصود فهذا هو محال لاستلزامه تعدد القدماء وإن كان المراد أنها جزء من الله فهذا محال لاستلزامه التركب في ذاته واحتياجه إلى تلك الأجزاء ولكن إذا كان المراد أنه في الأزل لم تكن هناك ألفاظ ولم تكن هناك كتابات ولم تكن هناك تصورات لكن الله سبحانه وتعالى يستحق هذه الأسامي نعم يستحق هذه الأسامي أو إذا كان المراد أن الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الأسامي ويعلم بأنه سيخلق هذه الأسامي نعم هذا حق الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم بكل ما سيخلقه لذا الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا كان عالما بنا وعالما بأفعالنا وعالما بتصرفاتنا وعالما بما سيقول إليه أمرنا كان عالما بكل ذلك وكذلك الله سبحانه وتعالى أيضا يعلم بما لم يكن لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس محدودا إذا مقصودك من أن الأسامي من الأزل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كان عالما بهك نعم ليس في الأسامي فقط علم الله كان موجودا وإنما في كل شيء أنت الله منذ الأزل يعلم بك لكن هذا مو معنى أنك كنت من الأزل موجود لأنه الله سبحانه وتعالى عالم إذ لا معلوم وقد بينا فيما مضى يمكن تعلق العلم بالشيء غير الموجود أنت الآن تعلم علم اليقين بأنه بعد مئتي عام سيكون ناس الناس الذين هم بعد مئتي عام سيكونون في هذه الكرة الأرضية الآن موجودون؟ لا ولكن أنت تعلم بهم أنت تعلم علم اليقين أن الشمس ستشرق غدا الإشراق غدا الآن لم يتحقق وإنما سيتحقق بعد ساعات أنت تعلم بشيء سيتحقق في المستقبل الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم بكل الأشياء عالم إذ لا معلوم طبعا المثال الذي ذكرناه هذا لتقريب المطلب إلى الذهن هذا بالنسبة إلى المقطع الأول من كلام الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام نحن نقرأ هذا الحديث ونشرح بعض مقاطعه ولكن هذا النظرة الإجمالية إلى المقطع الأول من هذا الحديث عن أبي هاشم الجعفري أبو هاشم الجعفري هو من ذرية جعفر ابن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام وكان في زمان الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم الصلاة والسلام وأدرك فترة من الغيبة الصغرى وكان عظيم المنزل عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام جليل القادر عالم ورع من المقربين إليهم ومدائحه كثيرة جدا هو الذي يروي هذا الحديث الشريف قال كنت عند أبي جعفر الثاني أبو جعفر الثاني هو الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام أبو جعفر الأول هو الإمام الباقر كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل سبب السؤال شنو هو سبب السؤال هو ما كانت تعتقده بعض العامة من اتحاد الأسامي مع ذات الله سبحانه وتعالى فهذه الأمور الشبهات العقائدية كانت تنطرح في المجتمع فكان يأتي الموالون ويسألون الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليتبين لهم الوجه الحق والأئمة كانوا يجيبون ويضيفون الدليل لماذا؟ لأنه هذا الموالي حينما يتلقى الكلام من الإمام عليه الصلاة والسلام يذهب إلى العامة ويذكر لهم يطالبونه بالدليل يناقشونه هو يسلم بكلام الإمام لكن بحاجة إلى بيان الدليل أولاً لكي يقتنعه لأن درجات إيمان الناس مختلف وثانياً لكي يتمكن من المحاججة وهذا هو الأسلوب القرآني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر الاستدلالات أيضاً مع أن المؤمن إذا الله سبحانه وتعالى ذكر شيء في القرآن لازم يسلم إلى والمؤمنون يسلمون لكن القرآن يبين الأدلة لماذا؟ لأنه المسلم يقتنع وأيضاً يتمكن من المحاججة مع الكفار وهكذا أسلوب الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام فلذلك حينما يذكرون المسائل الاعتقادية يشفعونها بالدليل وحتى الأحكام الشرعية حينما تذكر في كثير من الآيات والروايات إشارة إلى علة ذلك الحكم أو لا أقل إلى حكمة ذلك الحكم لماذا هذا الحكم؟ ولو بشكل مختصر الله سبحانه وتعالى يشير إلى الحكمة أو إلى العلة وكذلك الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام أنت إذا الآن تصفح القرآن تجد الاستدلالات ولو بشكل مختصر كتب عليكم الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون أقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولله على الناس حجوا البيت لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم لا تعبد الصنام لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أعبد الله وحده لا شريك له لأنه الخالق الرازق المعطي وما إلى ذلك فإذن هذه الطريقة للمحاججة مع الذين لا يعتقدون ولتثبيت إيمان المعتقدين لأن الناس كما ذكرنا إيمانهم درجات فالإمام عليه الصلاة والسلام هنا يجيب هذا الشخص مع إشفاع الجواب بالدليل العقلي فسأله رجل فقال أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه الله سبحانه وتعالى له أسماء له صفات الأسماء هنا لأنه العطف يقتضي المغايرة ولو الأسماء تطلق على الصفات ولله الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى هي صفات لله سبحانه وتعالى ولكن هنا حينما عطفت الصفات على الأسماء هذا يقتضي المغايرة لأنه الأصل التأسيس لا التأكيد مع أنه العطف التفسيري أيضا شائع لكن إذا دار الأمر بين كون العطف تفسيريا أو تأسيسيا فالأصل هو التأسيس فلذا لعل المراد بالأسماء هنا هي ما دلت على الذات وهو لفظ الله لأن لفظ الله سبحانه وتعالى علم على الذات المقدسة الذات التي تستجمع صفات الكمال وهي منزهة عن صفات النقص وأما الصفات ما دل على الذات متصفة بصفة مثل ما تقول العالم العالم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى ولكن يدل على أن هذه الذات متصفة بصفة العلم أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه وأسماءه وصفاته هي هو يعني هل هناك اتحاد بين الأسماء والصفات السؤال الأول هذا السؤال عن معتقد المعتزلة لأن المعتزلة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ليست له صفات ويتوهمون أنه إذا كانت له صفات هذا يستلزم التركب في ذات الله وهم قد أخطأوا في ذلك لأن صفات الذات عين ذاته وليست شيء آخر عن ذاته وأما صفات الفعل فهي تنتزع من فعله فلذلك هذا السؤال يسأل السؤال الأول أنه الله سبحانه وتعالى له صفات وأسماء في كتابه هذا السؤال الأول ناظر إلى كلام المعتزلة الكلام الثاني السؤال الثاني ناظر إلى رأي بعض العامة وأسماءه وصفاته هي هو يعني هل هناك اتحاد بين الأسماء والصفات وبين الله سبحانه وتعالى يعني حينما تقول لفظ الله هذا اللفظ الذي خرج من لسانك هو عين ذات الله سبحانه وتعالى مثلا فقال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام الإمام في مقام الجواب قال إن لهذا الكلام وجهين يعني شنو مقصودك من هذا السؤال لعله بعض الأحيان الإنسان يسأل سؤال يقصد شيئا والذي يستمع إلى ذلك السؤال يجيب بجواب آخر لأنه يتصور أن السائل قصد معنى آخر بعض الأحيان الألفاظ هكذا السائل يذكر كلام يقصد شيء والمجيب يتصور شيء آخر فيجيب حسب تصوره فلعله في المجلس كان هناك ناس متعددون ولعل كل واحد منهم تصوره تصورا خاصا عن هذا السؤال فالإمام أجاب جواب بالاحتمالات المختلفة للسؤال قطع النظر عن مقصود السائل وبعض هذه الاحتمالات هي مقصود السائل لهذا الكلام إن لهذا الكلام وجهين إن كنت تقول هو هي أي إنه ذو عدد وكثرة يعني تقول إن هذه الأسماء هي عين ذات الله سبحانه وتعالى فتعالى الله عن ذلك لأن معنى ذلك أن هذه الأسماء هي متعددة وهي عين ذات الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى مركب من هذه الأسماء والله يتعالى عن ذلك لأن التركب كما ذكرنا هو سبب الحاجة والله سبحانه وتعالى يتعالى عن الاحتياج مضافا إلى ما ذكرناه من أن هذه الألفاظ هجاء كتابة تصورات والله سبحانه وتعالى ليس هو الكتابة ولا الهجاء ولا التصورات وإن كنت تقول الاحتمال الثاني في مقصودك هذه الصفات والأسماء لم تزل يعني هذه أزلية هي مو عين ذات الله ولا الله سبحانه وتعالى مركب منها هي غير ذات الله لكنها أزلية شنو مقصودك من الأزلية هل مقصودك من الأزلية وجودها الخارجي فهذا يستلزم تعدد القدماء فإن لم تزل محتمل معنيين يعني هذه الكلمة مرادك منها أحد أمرين إذا مرادك أنه الله سبحانه وتعالى يعلم بها وهو يستحقها نعم الله لا يعلم بالأسماء فحاسب وإنما يعلم بكل شيء منذ الأزل فإن قلت تقول لم تزل عنده في علمه في علم الله سبحانه وتعالى وهو مستحقها لأنه ذات لها الكمال تستحق أن يطلق عليها اسم يدل على ذلك الكمال نعم الله سبحانه وتعالى يستحق ذلك نحن نمثل في هذا المثال عرفي لتقريب المطلب إلى الذهن أفرض إذا شخص درس في الجامعة إلى أن حصل على رسالة دكتورة لا أحد يعلم أن هذا الشخص حصل على إجازة الدكتورة هل هو يستحق أن يطلق عليه لفظة الدكتور نعم يستحق سواء كان هناك أحد يقول له دكتور أو لم يكن أحد يقول له دكتور هو يستحق هذا الاسم لماذا؟ لأنه امتلك ملكة علمية هذه الملكة العلمية تسبب استحقاقه تسبب استحقاقه لهذا اللفظ الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يستحق أن يقال له عالم نعم إذا كان هناك شخص يقول له عالم هو مستحق لهذا الاسم لكن الاستحقاق ليس بمعنى الفعلية الله سبحانه وتعالى كان يحتاج لأن يسمي نفسه ذكرنا في حديث ماضي الله سبحانه وتعالى ما كان يحتاج أن يسمي نفسه هو موجود ولا أحد غيره عندما خلق الخالق لحاجة الخالق الله سبحانه وتعالى سمى نفسه لكي يدعوه أولئك الخلق بتلك الأسماء وفي هذا الحديث الشريف الإمام الجواد يشير إلى هذا المعنى فإن قلت لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها فنعم الله يعلم بكل شيء من جملتها يعلم بما سيسمي نفسه وهو يستحق هذه التسمية نعم لأنه عالم قادر فيستحق أن يقال له عالم وقادر لكن الاستحقاق ليس بمعنى الوجود الخارجي قد الشخص يستحق شيئا ولكن ليس له وجود خارجي ذلك الشيء الله سبحانه وتعالى يستحق أن يقال له عالم لكن لم يخلق لافظ العالم في الأزل لكي يطلق عليه لعدم حاجته لما خلق الخلق احتاجوا فخلق هذه الألفاظ أيضا وإن كنت تقول لم يزل تصويرها تصوير في الذهن وهجاؤها اللافظ وتقطيع حروفها يعني الكتابة أو تقطيع حروفها هو عطف تفسيري على الهجاء إذا مقصودك أن صورة هذه الأسماء موجودة منذ الأزل ألفاظها موجودة كتاباتها موجودة معنى ذلك أن يكون هناك شيء آخر غير الله موجود منذ الأزل فأنت بين أحد أمرين إما أن تقول إن هذه الأسماء هي عين الله أو جزء من الله سبحانه وتعالى قولك إنها عين الله سبحانه وتعالى يعني ذات الله سبحانه وتعالى يستلزم تعدد هذه الذات لأن هذه الأسامي متعددة العالم الخالق الرازق هذه أسامي متعددة فإذا كانت عين ذات الله استلزم تعدد الذات أو إذا هي جزء من ذات الله استلزم التركب وإذا هي غير الله ليست عين ذاته ولا جزء ذاته الخيار الثاني هذا يستلزم تعدد القدماء يعني الله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل ومعه شيء آخر هو الاسم فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره منذ الأزل يكون مع الله شيء آخر وقد بينا فيما سبق دليل بطلان تعدد القدماء بدليل الفرجة وما إلى ذلك من أدلة أخرى مرت فيما مضى بل كان الله ولا خلق ماكو شيء كان الله ولم يكن معه شيء لا أسامي ولا غير أسامي زيان لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأسامي ثم خلقها يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأسامي وسيلة بينه وبين خلقه الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذه الوسيلة هي أسماء الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه الوسيلة الطاعات الصلاة وسيلة إلى الله الصوم وسيلة إلى الله ومن الوسائل الأنبياء والأوصياء الأنبياء والأوصياء وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى أنت كيف علمت بالعبادات كيف علمت بالمعارف كيف علمت بالمعتقدات لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان الواسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى الله أرسل أنبياء الواسطة بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى الله في آية أخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب بعض الناس يعبدون الملائكة هذه الآية تقول الملائكة الذين تعبدونهم هم يريدون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى وهذه وسيلة مخلوقة عاقلة لذا الآية قالت يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ولم يقل أيها أقرب لأن هذه الوسيلة إذا كانت الطاعات لكان يعبر عنها بأيها أقرب لكنها وسيلة من ذوي العقول لذا قال أيهم أقرب والمراد الأنبياء وأوصياؤهم هم أيضا وسيلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه الله خلق هذه الأسامي لتكون وسيلة يتضرعون بها إليه التضرع شدة التذلل الإنسان يتذلل أمام الله سبحانه وتعالى يتواضع يخبت يتضرعون بها يعني بتلك الأسامي إليه ويعبدونه العبادة هي خضوع بقصد التأليح إذا خضع بقصد التأليح شخص فهذه عبادة لذا سجود إخوة يوسف ليوسف لم يكن عبادة ليوسف أو سجود الملائكة لآدم لم يكن عبادة لآدم لأنه صحيح هو خضوع لكن خضوع بدون قصد التأليح يعني الملائكة سجدوا لآدم لا بقصد التأليح آدم وإنما بقصد احترام آدم لكن إذا واحد سجد لله سبحانه وتعالى بقصد التأليح فهذه هي العبادة إذا إنسان سجد لإنسان بقصد التأليح فهذه العبادة وهذا شرك وكفر لذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأسامية تضرعون بهذه الأسامية مو أنه يعبدون الأسامية لا ويعبدونه بوسيلة تلك الأسامية تلك الأسامية هي وسيلة لعبادة الناس لله سبحانه وتعالى لا لتلك الأسامية لأن الأسامية أيضا مخلوقه وهي ذكره هذه الأسامية هي ذكر لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ألم يأن للذين آمنوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله حينما تسمع أسام الله سبحانه وتعالى الآيات أو تتذكر الله سبحانه وتعالى يخشع قلبك بعكس الكفار الذين الله سبحانه وتعالى يقول عنهم ولكن متعناهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا نسوا الذكر نسوا الله سبحانه وتعالى نسوا أسماء الله أسماء الله سبحانه وتعالى نسوا عبادة الله وهي ذكره وكان الله ولا ذكر الله كان موجود لكن الذكر كان موجود لا لأن الذكر يرتبط بالذاكر الذكر هو مخلوق فهذا المخلوق يتذكر أو يذكر فقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا لم يكن ذاكر ولا مذكور ولا ذكر فهذه الأسامي تذكر تذكرك بماذا بالله سبحانه وتعالى فهذه الأسامي وسيلة لذكر الله والمذكور هو الله سبحانه وتعالى يعني ليس الله هو نفس الذكر الله هو المذكور بهذه الأسامي والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل يعني ليس له بداية أزلي هذا بالنسبة إلى المقطع الأول من هذا الحديث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعرفة الكاملة التي ذكرت في القرآن وفي روايات الرسول صلى الله عليه وآله والعيمة عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة